بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين والمتابعات لقناتي أهلا وسهلا ومرحبا بكم استكمالا لشروحاتنا ودعما منكم لنا على الاستمرار لا تنسوا دعموا بالضغط على الزرع الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم فيديوهات لحظة نشرها إليكم هذا الإعلان الخاص بالتوظيف بالمهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالجزائر الأعاصمة يرلن المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بسيدي عبدالله الرحمانية ولاية الجزائر العاصمة عن فتح توظيف عن طريق الانتقاء للالتحاق بالمناصب التالية أولا عام المهني من المستوى الأول عدد المناصب منصب واحد ثانيا عون خدمة من المستوى الأول عدد المناصب منصب واحد دنماط التوظيف يكون على أساس الانتقاء ثالثا عون خدمة من المستوى الثاني عدد المناصب منصب مالي واحد ونمط التوظيف على أساس الانتقاء الانتقاء عفوا كذلك لدينا عامل مهني من المستوى الأول عدد المناصب منصب مالي واحد بالنسبة لنمط التوظيف يكون على أساس الانتقاء كذلك سائق سيارة من المستوى الأول عدد المناصب منصب واحد نمط التوظيف يكون على أساس الانتقاء تاريخ النشر هو 18 أكتوبر 2021 وآخر أجل لوضع الملفات يكون بعد 20 يوم من تاريخ النشر الآن ننتقل إلى أهم الشروط بالنسبة لعامل مهني من المستوى الثاني قلنا أن عدد المناصب هو منصب مالي واحد بالنسبة لشروط الالتحاق شاهدة التكوين المهني المتخصص يجب أن يكون لديك شهادة تكوين مهني متخصص كذلك بالنسبة لمنصب عامل الخدمة من المستوى الأول عدد المناصب المالية هو منصب مالي واحد شروط الالتحاق مستوى السنة السادسة من تعليم الأساسي كذلك لدينا ثالثا عامل الخدمة من المستوى الثاني عدد المناصب منصب مالي واحد بالنسبة لشروط الالتحاق مستوى السنة التاسعة من تعليم الأساسي أو شهادة تكوين المهني المتخصص ذات الصلة بالمهام المرتبطة بمنصب الشغل كذلك لدينا بالنسبة لعامل مهني من المستوى الثالث من بين شروط الالتحاق شهادة الكفاءة المهنية أو شهادة تكوين المهني المتخصص كذلك أو خبرة وخبرة مهنية مدتها خمس سنوات على الأقل في نفس التخصص هذا بالنسبة لعامل مهني المستوى الثالث كذلك لدينا لمنصب حارس يجب أن تكون لياقة بدنية تماشى والنشاط الواجب ممارسته سادساً عامل مهني من المستوى الأول نفس الشرط وهي لياقة بدنية تماشى والنشاط الواجب ممارسته بالنسبة للسائق سيارة من المستوى الأول صنف باء يجب أن تكون لديك رخصة سياقة من صنف باء شروط أخرى الإقامة يجب أن تكون بإقليم ولاية الجزائر بالنسبة لملف الترشح يجب أن يكون ملف الترشح يحتوي على الوثائق التالية أولاً طلب خطي للمشاركة يتضمن العنوان الشخصي ورقم الهاتف للمترشح موضحاً المنصب المرغوب للالتحاق به كذلك صورتان شمسيتان حادثتان شهادة الإقامة على مستوى إقليم ولاية الجزائر كذلك نسخة طبق الأصل للشهادة أو الإيجازة أو المستوى الدراسي نسخة من وثيقة إثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية شهادتان طبيتين طب عام وطب الأمراض الصدرية تثبتان أهلية المترشح لشغل الرتبة المقصودة نسخة طبق الأصل من شهادة العمل المبينة للأقدمية العامة المترشح في قطاع الوظيف العمومي أو القطاعات الأخرى كذلك لدينا نسخة طبق الأصل من رخصة السياقة سينفبا الوزن الخفيف بالنسبة لمنصب شغل سائق يتعين على المترشحين ناجحين إتمام ملفاتهم بالوثائق التالية بعد النجاح في المسابقة هذا الوثائق تكون مطلوبة شهادة ميلاد شهادة عائلية عند الاقتضاء أربع صور شمسية بالنسبة لأجال تسجيل تسجيلات عفوا تحدد أجال التسجيلات في المسابقة على أساس الانتقاء بعشرون يوما ابتداء من تاريخ إلساق هذا الإعلان على مستوى وكلا تشغيل قلنا هذا الإعلان نشير في 18 أكتوبر اليوم العامة في العشرين بالنسبة لإداء ملفات ترشح تهدع أو ترسل ملفات ترشح على العنوان التالي المعهد الوطني المتخص في التكوين المهني سيدي عبدالله مصلحة الموارد البشرية سيدي عبدالله الرحمنية ولاية الجزائر لدينا ملاحظة مهمة وهي لا تأخذ بعين الاعتبار تلك الملفات الناقصة أو الواردة خارج أجال التسجيلات إلى هنا أعزائي المتابعين أكون قد انتهيت لا تنسوا فقط دعمي بالضغط على زر الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم فيديو هذه لحظة نشرها إن شاء الله شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته